قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع بشير بن يسار مولى بني حريثة قال سفيان هذا حديث ابن حثمة يخبر عن سهل بن أبي حثمة ووجد عبد الله بن سهل من الأنصار قتيلا في قليب من قلوب خيبر فجاء عماه وأخوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوه عبد الرحمن بن سهل وعماه حويصة ومحيصة فذهب عبد الرحمن يتكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكبر الكبر فتكلم أحد عمه إما حويصة وإما محيصة قال سفيان نسيت أيهما الكبير منهما فقال يا رسول الله إن وجدنا عبد الله قتيلا في قليب من قلوب خيبر ثم ذكر يهود وشرهم وعداوتهم قال لي يقسم منكم خمسون خمسون أن يهود قتلته قالوا كيف نقسم على ما لم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يحلفون أنهم لم يقتلوه قالوا كيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فركضتني بكرة منه قيل لي سفيان في الحديث وتستحقون دم صاحبكم قال هو ذا قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بوشيري بن يسار عن سهلي بن أبي حثمة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمري ورخص في العراية أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا قال سفيان قال لي يحيى بن سعيد وما علموا أهل مكة بالعراية قلت أخبرهم عطاء سمعه من جابر حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمني عن عبد الرحمني بن مسعود بن نيار عن سهلي بن أبي حثمة قال أتانا ونحن في مسجدنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرستم فخذوا ودعوا دعوا الثلثة فإن لم تدعوا أو تجدوا شعبة شاك الثلثة فالربوع حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة قال أخبراني خبيب بن عبد الرحمني عن عبد الرحمني بن مسعود بن نيار قال أتانا سهلي بن أبي حثمة في مسجدنا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرستم فخذوا ودعوا دعوا الثلثة فإن لم تجدوا أو تدعوا فالربوع قال حدثنا عبد القدوس بن بكري بن خنيس قال أخبرنا حجاج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر والحجاج عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة قال كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكرهته وكان رجلا دميما فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أني لا أراه فلولا مخافة الله عز وجل لبزقته في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أصدقك قالت نعم فأرسل إليه فردت عليه حديقته وفرق بينهما قال فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال خرج عبد الله بن سهل أخو بني حريثة يعني في نفر من بني حريثة إلى خيبر يمترون منها تمرا قال فعودي على عبد الله بن سهل فكسرت عنقه ثم طرحا في منهر من مناهر عيون خيبر وفقده أصحابه فاتمسوه حتى وجدوه فغيبوه قالا ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه حويسة ومحيسة وهو ما كان أسنى أسنى من عبد الرحمن وكان عبد الرحمن إذن أقدم القوم وصاحب الدم فتقدم لذلك فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ابني عمه حويسة ومحيسة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فاستأخر عبد الرحمن وتكلم حويسة ثم تكلم محيسة ثم تكلم عبد الرحمن فقالوا يا رسول الله عدي على صاحبنا فقوتل وليس بخيبر عدو إلا يهود قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمون قاتلكم ثم تحلفنا عليه خمسين يمينا ثم تسلمه قال فقالوا يا رسول الله ما كنا لنحلف على ما لم نشهد قال فيحلفنا لكم خمسين يمينا ويبرؤون من دم صاحبكم قالوا يا رسول الله ما كنا لنقبل أيمن يهودما ما هم فيه من الكفر أعظم من أن يحرفوا على إثمين قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مئة ناقة قال يقول سهل فوالله ما أنس بكرة منها حمراء ركضتني وأنا أحوزها قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثنا مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة أن سهل بن أبي حثمة أخبر هو رجال من كبراء قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحويسة ومحيسة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلفوا يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ترجمة نانسي قنقر